هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومائة وثمان وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واثنان واربعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 459 ألف شخص